تلقى تقارينة رئيس الجمهورية سيد انتصار سيسي اتصالا هاتفيا من أمينة أردغان قارينة الرئيس التركي رجب طايب أردغان جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة تمكين المرأة وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة على الصعيد الإنساني وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد واستعرضت قارينة رئيس الجهود المصرية في هذا الصدد لا سيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر